بسم الله الرحمن الرحيم واصل لي واسلم عني بي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم من مطبخ ابو ساجد العنبي جبت لكم وصفة البغرير الوصفة هذه كانت عندي في القناة لديت وصفات البغرير كلهم ناجحين بإذن الله اليوم جاء في خاطري نعمل الغرايف هذه قلت يا ابو ساجد طيب الغرايف يا ابو ساجد رحكوا الغرايف يا ابو ساجد ونفسي انها تطلب الغرايف إذن رحت عاملة الغرايف وفي نفس الوقت قلت نشارككم هذه الوصفة لأن قناتي بقية تكبر وكاين بعض المتبعات ومتبعين يعني مزالوا مشاهدوش هذه الوصفات قلت نشاركها معك الوصفة ناجحة مائة بالمائة ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة وطبقوها كما نعرفو كل في اي وصفة فيها مقادير وفيها كيف التحضير رح نشوفوا بعضنا كيف التحضير والمقادير وروحوا نشوفوا يالله رح نشوفوا هنا عندي زوز كيسان ونصف ماء سخون الكاس 220 ملتر عندي كاس حليب دافئ عندي زوز كيسان سميد يكون متوسط أو يكون رقيق عندي كاس فارينة وعندي هنا السر الوحيد ملعقة ونصف تعميزنا ملعقة كبيرة سكر وعندي ملعقة كبيرة خاميرة وعندي ملعقتين زيت وعندي ملعقة صغيرة تعملح وعندي كيس خامير الحلويات اليوم هذه البغرير سنضيفه بالماء زيناء وليجي ما شاء الله تصلح ناجحة مئة بالمئة نضيف الكاس حليب ونضيف زوز كيسان تعمى يكون داتئ ونصف زوز كيسان ونصف تعمى يكون داتئ وليما عندهش تحليب وتحط الماء واحده مش مشكلة تحط الماء واحده وتنجح ما شاء الله لكن الحليب يعني سيجعلها يهشة نضيفت الخميرة نضيفت السكر ونحرك بالفوي هكذا نحرك حتى يدوب هذا كشوية السكر تماما ومع ذلك سنغطيها ونجعلها تتفاعل ونرجع لها بعد ربع ساعة هنا بعد ربع ساعة نرجع للخليط نجيب الفوي شافوا هنا بدأت تتفاعل نحرك جيدا ونضيف كاس فرينة كاس فرينة فرينة لتعطينا العلك هذاك اللي رح ينجحنا البغريار صحيح يعني كين أمهاتنا كان يعمل البغريار هذا أو الغرايف يعملوه بسميت فقط ولكن اليوم نعملوه بالمكسر لأنه بكري كان فيه تعب كبير سنضيف هنا كاس سميد اللول ونضيف بعد ذلك الميزينة ملعقة ونصف ونضيف ملعقة صغيرة من الملح ونضيف هنا الزيت الزيت يعطينا هذه الهشة والميزينة والجيء والأروع نضيف كيس خامرة كنت أمهاتنا كانوا يتعبوا عليه بزاف يعني حاول الساعة هم يعجنوا اليوم طورت الأمهور يعني مقشفها تعب كين مكسر كين أشوار كين بلندر كين بطر يعني عنا كل الوسائل باش نقدروا نعملوا هذه المعجنات بطريقة عصرية هنا ضفت الكاس الثاني تع سميد يعني ضفت زوكي سان سميد وضفت كاس فارينا هكذا ونحرك وهنا راح نستعمل المكسر تاعي انتم هنا تقدروا تستعملوا الأشوار أو بلندر أو أي خلاط عنك في البيت حتى البطير أنا راح نضربها خمسة دقائق فقط خمسة دقائق فقط يعني راح نضرب دقيقتين ورتح ودقيقتين ورتح ونكمل دقيقة آخيرة وجيني عجينة ما شاء الله ما شاء الله راح تشوفوا في الفيديو كيفها جيدة عجينة جي ولا أروح متماسكة وجي تقيلة وناشحة مئة بالمئة الفيديو رابع دمكم الصور رابع دمكم ما حدفتوه بإذن الله أحتاجبكم أنا البالها عملت الوصفة هذه نفس المقادير وعملت كل شيء صدقوني لا أحد لا أحد معي اليوم قلت بإذن الله أن أعاودها وعاودت نفس المقادير ونفس خطوات والحمد لله ربيعنا من البغير هذه سبحان الله يعني فيها أمر سحري عجيب أمهاتنا بكري كانوا يخدموها ويقولون ما تعفسوش في الأرض يعني النية يحمد وكنا صغر نخاف أن ندخل المطبخ أنا شوفوا حطيت القرصة الأولى والقرصة الأولى دائما تعرفوا بما أنت انجحش ولكن شوفوا بسم الله ما شاء الله جاءت التقبة جاءت والأرواع هنا نحي هذه القرصة الأولى الغريف نحطها فوق ونجيب سقوة أخرى أو يلوش أخرى ونضعها ونمر فوق منها لكي لا يتعجن سوف تتقب بسم الله ما شاء الله جاء ولا أرواع صدقوني ما شاء الله لأن الغريف جاءت روعة 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 ضوق بيننا هشة طرية ولا أرواع نخليك مع هذه البغرير اللي طيب فيها أنا وكان ما شاء الله تقدروا تجربوا الوصفة هذه وبإذن الله لكل مبتدئة راح تدعيلي وتنجح لكم ما شاء الله حطوا هذه ملعقة ونصف ميزين ملعقتين تزيد فقط ورجعوا لي أخبر أنا قلت لكم ما عملت لها والبارح وما نجحت فاها ما نجحت ما نجحت منطقبة مليح جات نصف طقبة ونصف لا ولكن بيتها في مقلات أما الطاجين هذا يصطح للطاكوس يصطح للكسرة يصطح للملاوي يصطح للمسمن يصطح المحجوبة للبراج صدقوني طاجين ولا عروة طاجين الطاكوس دوب الفاس هذا ما شاء الله اللي عنده درهم يشريه وليما عنده يلملو ويشريه والله ما تندموا أمانة وصدقوني للكم أمانة يعني بمصداقية اشريوه ما تخافوش شوفونا كيفية التقب يعني مباشرة بسرعة النار ستصغسينوا عن النار النار تكون نار قاوية كتشفوها التقبط اجعلوها متوسط فقط فقط ورح تنجحوا في هذه البغرية بإذن الله شوفو هنا كملتها معكم كامل جاء والأرواح شوفهم تقبين بسم الله ما شاء الله وكأنها شهدة وكأنها شهدة رح تشوفهم بعضها من بعد لكن حطوا الزبدة حطوا العسل وعني وأحتاج بكم هذه الوصفة عبالي بكم رح تجربوها خاصة في هذا الوقت يعني هي تعوقت هذا يعني هذا هو البغرية يعني لعملناها معكم وعني الوصفة قلت ناجحة مئة بالمئة تشالح تدعو لي ولي نقوله لتخل أو مر القناتي لا تنسى الإعجاب ولا تنسى الاشتراك في القناة أنا جب الكسر هنا جبت ملعقة كبيرة زبدة رح نحط يعني ورقات هكذا في طبق ورح نبدأ نسقيهم بالزبدة هذه اللي حب زيت زيتون حب زبدة عرب يعني لكم الاختيار أنا هنا فقط يعني لتصوير رح تشوفوا يعني مليتها زبدة مارغارين هكذا ورح نضيف لها العسل وهنا اللي حب يحط العسل مع الزبدة ويسقيها يعني كيف كيف يعني رح تكون كيف كيف المراحلة بقط للعلم أنه العسل اللي حنحطه معكم هنا يعني خدمته في القناة العسل ناجح مئة بالمئة والوصفة رأي معروفة كل قنوات جربوها وكل مشتركة جربوها رأي الوصفة قاربت على مليون مشاهدة يعني العسل هذا نجح في المقروض نجح في البقلاوعة نجح لمشاء الله جربتوا في كل وصفات رأيوا ناجح في القريوش ولا عروع تقدروا تجربوا هذه الوصفة رأي في القناة تحبوا تضع الكلمانية الرابط في صندوق الوصف كما رأي كما راح تلقاه يعني المقادير في صندوق الوصف مراحلة فقط يعني الميزينة هنا هي اختيارية للي حب تحط الميزينة تحط يعني وتجي كمهشة طريقة فوق لازم وليم تحب تحط الميزينة فهي اختيارية يعني باش نكونوا متفاهمين شوفوا كيفها بسمنا ما شاء الله نباع المسقط بالعسل وزبدة شوفوا الله الله يا باب الله الله جد ولا أروع يعني الصورة تعطي الخبر الصورة رأي غنية عن التعبية شوفوا تتعد وحدها شوفوا مصطقب ما شاء الله وكأنها شهدة شوفوا شوفوا معسلة ومزبدة شوفوا كيفها تتقاطر الله يبارك الله يبارك شوف تتعد وحده الله 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 يا باب الله هاي يا أحبابي قرام هيا جربوها يا بناتي جربوها يا خياتي جربوها ويبإذن الله تدعو لي وتعجبك إن شاء الله أبقى لي نقول لكم بركة الله فيكم على المشاهدة ورزاكم الله والخير وربي أعطيكم متمنو وربي رزقكم التوبة ورزقكم يا ربي الخير والخمير سلام عليكم في وصفة قادمة إن شاء الله بإذن الله لا أنساكم من دعائي أبدا أبدا لأنكم عائلة التانية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة